ما سيحدث لو بنت عادية حلمات حقق وشاركت في مصابقة ملكة الجمال ولكن للأسف وشها تشوه ولكن بيعف حبها أجمل شابين في المدرسة فيترى ردت فعلها هتكون ايه ومين فيهم اللي هيفوز بقلبها ده اللي هنعرفه في الملخص بتاعنا قصتنا بتبدع مع منها طالبة سنوية لطيفة وبريئة جدا وبيكون كل حلماء في الحياة ان هي تبقى ملكة جمال مدرستها وده عشان لما هي تهيت من أهلها وهي صغيرة لأنقذتها كانت ملكة جمال المدرسة ملكة جمال المدرسة السنة اللي فاتت هو كيجو عرض الأزياء الوسيم الجميل اللي كل البنات معجبة به بينما ملكة جمال المدرسة كانت يوري بانوتا جميلة ومامتها عندها شركة مستحضرات تجميل كبيرة ويوري هي كمان بتكون مشهورة وعندها نصف مليون متابع على الانستجرام ومنها بنتنا مشاركتشه على مرة في المسابقة لانها ما عندها الثقة في نفسها وبيكون مقتنع ان هي أقل من المتسابقين وان محدش من الطلاب هيقبل ان هي تشارك في المسابقة وبيبنع علي كيجو ان هو معجب بمنها فبس بنتنا اي صغيرة في نفسها بتعمل فيها حولة ومش واغدة بالها وبتقول لنفسها ان هو بيعملها كويس عشان إنسان لطيف وبيعلنه في المدرسة انهم محتاجين مشاركين جدد عشان المسابقة فمنها بتقول اكيد محدش هيختارني بس سيوري بتطلب منها ان هي تشارك في المسابقة ومنها بتكون مصدومة بس سيوري بتأكد لها ان هي تستهل ان هي تشارك فمنها بتفرح ان اخيرا حلمها يتحقق بس ثم بتدمر لها الفرحة دي وبتقول لها ان هي مش هتشارك في المسابقة وكانت لسه هتتخانق هي وابوها فمنها بتقول لهم انا مش هشارك بس تاني يوم بتلاقيها بتروح ليوريو بتخليها تماكيجا عشان الصورة لايخضوها للمسابقة وبالرغم ان الصورة طلعت حلوة الا انها برضو معندها استقاف نفسها بس كيجو بيقول لها ان الصورة لطيفة وان شكلها حل فمنها بتتفاجئ و بتحكيله ان هي شاركت في المسابقة عشان ملكة الجمال لانقذتها وان هي عادة تبقى زيها فهو بيشجحها و بيقولها ان هو هيساعدها و هيدعمها على طول فهي بتتحمس و بتروح ليوريو بتخليها تعلمها شوية تفاصيل عن العناية بالبشرة ومنها بتكون اخدى الموضوع جد جدا و بتحاول تحسن من شكلها بكل الطرق وكمان كيجو بيضربها على طريقة المشي و بيتمرر معها كل يوم وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان اكيد منها وقعت في حبه و بتبقى مطرددة ان هي تعترف له مشاعرها بس لما بتلاقي ما بهور بيها و بيقولها ان شكلها جميل قوي بتكرر ان هي مش هتضيع وقت و بتبعت له رسالة على الواتس و بتسأله فيها اذا كان هو بيحب الالعاب النارية و كل حاجة كانت ماشية زي الفول بس للأسف يوري كانت هتتصاب فمنها زقتها و انقذتها بس المشكلة ان هي تصابت مكانها ومنها لما بتفوق بتدرك ان وشها تشوح و ان الجرح ده هيفضل موجود للابد فبتنهار و بتقعد تعيط و بتخش في حالتك تقبل مدة شهر كامل و مش بترضى تتوصل مع صحابها ولا بتروح لمدرسة ولما اخيرا بتستجمع شجعتها وبالقرار ان هي تروح لمدرسة بتتصدم بيوري وهي بتقول لكيجو ان منها هي اللي بغوزت المسابقة و ان هي كعبلت و وعت لوحدها ومنها بتكون سمعة يوري وهي بتتريق عليها و بتقول ان هي جابتها المسابقة عشان تتسلى بيها و ان هي مش تحبتها و يوري بتاخد بالها ان منها وقفة فبتقول قدامها ان كيجو هو خطبها و بتبوس فمنها بتتصدم و بتفكر ان كيجو هو كمان كان بيدحك عليها و ان هو و يوري كانوا بيتسلوا بيهفة بالقرار ان هي تنتحر بس بيظهر طالب جديد في المدرسة و بينقذها و بيقعد يهزاه عشان هي كانت عايزة تنتحر بس هي بتوريره الجرح اللي على وشها و بتقوله ان كيجو و يوري خدعها و ضحكوا عليها و ان دلوقتي الطلاب كلهما يتنمروا عليها بسبب شكلها ده و ان دلوقتي يكون لحلمها ان هي ترجع زي مكاني فهو بيقولها افتكر انت كنت اي كده كنت شخصية ما عندكش اي ثقة في نفسك فالاحسن لك ان انت تنسي شخصيتك القديمة و تكون شخصيتك الجيدة هي الشخصية اللي كنت بتحلامي بها طول حياتك فهي بتقتنع بكلامه وبكرر ان هي تبقى شخص جديد دايما متقلق و وثق من نفس و لما يوري بتشوف وشها بتتظاهر بالبراءة و ان هي صعبانة عليها بالرغم ان هي قالت لكيجون ان هو يبعد عنها عشان هي مش بتحبها لا والحربية يوري مش بتقفل حتى كده ده لما منها بتخش الفصل بتحضنها و بتقعد طعاية و بتقولها ان كل اللي حصل دزم بها لان هي اللي خلتها تشارك في المسابقة و انها لو ما كانتش شاركت في المسابقة ما كانش هيحصل لها حاجة و ان هي كمان ما عارفش تنقذها بالرغم ان اللي حصل هو العكس و ان منها هي اللي انقذتها و طبعا الفصل كله بيتأثر بدموع التمسيح بتاعت يوري و منها بتدرك ان محدش هيصدقها فما بتتكلمش و منها بتلاقي الطالب اللي انقذها و اللي اسمه صورة موجود ما عارف نفس الفصل ف بتترعب لحسن يقول لحد ان هي كانت عايزة انتحر ف بتقعد تتوسله لحد ما بيوافق ان هو يخلي الموضوع ده سر ما بينهم بس كيجو بيقفشهم و بيفكر ان في ما بينهم علاقة بس منها بتنكر كل حاجة بس صورة بيبوز كل حاجة و بيقولهم ان هو مش يحضر حفلة الترحيب الخاصة بيه الا لما منها تيجي فمنها بتتلع تتعريك معه بتقوله ان هي مش هتروح بس تاني يوم بالليها رحة الحفلة عادي وبتلاحظ منها ان صاحبتها يمارين ضمت لشلة يوري ما بقتش اتعبرها بينما منها ذات نفسها ما بقتش اتعبر كيجو بتحاول تجهله بكل الطرق بس هو بيفضل وراها وبيروح له و بيحاول تتكلم معاها فبنتنا منها بتقوله ان هي شفته وهو بيبوس يوري و انها عارفة ان هما الاتنين مخطوبين فمن الاحسن لين هو يبعد عنها فكيجو بيتضيق و بيسيبها و يمشي و صورة بينصحها ان هي ما تحكمش على حد من اللي هي شفته و ان هي لازم تسمع وجهة نظره و بيقولها الدليل على كده ان صاحبتك هيماري يباين عليها من ضمن شلة يوري ولكن في الحقيقة هما بيتنمروا عليها فمنها بتروح له و بتحاول تنقذها لكن للأسف بتوع في المية ولما كلهم بيشوفوها بيتصدموا من شكلها لان اللازقة الطبية واعت و كلهم دلوقتي شفو الجرح اللي على وشها فما حدش بيقرب منها الا كيجو اللي بيعمل فيها جنت المن و بيجي عشان ينقذها لكن للأسف بيقع معها في المية فسورة بييجي وبينقذوا من هما الاتنين ومنها بتزعع لكيجو عشان هي طلبت منه ان هو يبعد عنها فهو بيعتذر له و عشان هو طيب و احناين بيقول له هيماري انها تجيب لمنها هدوم و ان هي تكون جنبها في الفترة دي لان هي محتاجها جدا فهيماري بتروح لمنها و بتعتذر لها و بتقول لها ان كيجو هو اللي بعتها و طلب منها ان هي تجيب الهدوم دي فمنها بتسترجع ذكرياتها مع كيجو وبتفكر ان هو كان لطيف معها سواء قبل الجرح او بعد الجرح فبتفهم ان هو ما كانش متفق مع يوري و ان هي ظلمته فبتطلع تجي الوراه بتعتذر له و عشان ابننا طيب و احناين بيسمحها و بيوريها الالعاب الناريل كتنفسها تشوفها و كيجو بيسألها اذا كان الجرح اللي في وجهها بيوجحها فمنها بتقوله ان الجرح مش بيوجحها ولكن قلبها هو اللي هيفضل يوجحها للأبد بس هي قررت ان هي مش تستسلم لحزنها و ان هي هتحب نفسها زي ما هي فكيجو بيقولها ان هو فخور بها عشان هي الشجاعة و كان لسه يعترف لها بحبه بس يوري و امها بيجو بيقولوا ان هم عايزين يتناقش معاه بتفاصيل اعلان المنتج المشترك ما بين شركتهم و شركة ابو فمنها بتسيبهم وتمشي والاعترف بيبوس وتاني يوم منها بتروح المدرسة وبالقرر ان هي هتفتح صفحة جديدة في حياتها و شكل الصفحة الجديدة دي هتكون جامدة لان كيجو سورة هيبدأ يتخنق عليها بس هي بتروح لكيجو عشان تتكلم معاه و كان لسه يعترف لها بحبه تاني بس هي بتقوله انا شايفة ان احنا نبقى اصدقاء احسن وهو عشان مش عايز يخسرها بيوافق و يوري و كيجو بيبدأ يصوروا اعلان المنتج المشترك ما بينهم فيوري بتستغل الفرصة و بتقرب منه وبعدها بيرحوا اما الاثنين عشان يرواجوا للمنتج و اماها عشان تزود المشاهدات بتقول لكيجو ان هو يتقدم ليوري قدام الناس كلها و كيجو بيبانع عليه ان هو معترض لان الخطبة دي اصلا كانت خطبة مصالح وهو ما كانش موافق ولما كيجو بيشوف التسجيل اللي منها قدمته كترويج للمنتج بتاحهم و منها كانت بتتكلم عنه في التسجيل و بتقول ان هو شخص رائع و لطيف فبيدرك ان هو بيحبها و عمره ما هيحب غيرها و بيقول ليوري ان هو مش هيقدر يكمل معاه في الخطبة دي لان هو بيحب منها و بيسيبها و يمشي و بيروح عشان يعترف لمنها بمشاعره و منها في الوقت دكات موجودة مع سورة و في شوية شاباب بيعكسوها ولكنهم لما بيشوفوا الشاب يتنمروا عليها فسورة بييجي و بيدفع عنها و بيقعد يواسيها و بيقولها ان هي جميلة زي ما هي و ان هي ما تهتمش بكلام الناس وبعدها بيعترف لها ان هو معجب بيها و هنا بيدرك كيجو ان هو اصل متاخر و ان منها خلاص هتضيع من بين ايديه بس بالله منها لسه ما عندها استقاف نفسها و بتتصدق من اللي حصل و بتقول لسورة انها مش متعودة على كده فهو بيقولها ان هو هيديها شوية وقت و هيستنى ردها و كيجو بيكون متضايق جدا مش عشان هي ضعت من بين ايديه لا عشان هي لسه ما عندها استقاف نفسها بس بيقرر ان هو لازم يزود سقطها في نفسها فيروح لها و بيقولها على فكرة الشنطة دي جميلة فبتقول له دي معايا من سنة تانية فبيقول لها طب اللانش بوكس ده جميل فبتقول له ده معايا من زمان فبيقول لها على فكرة لبس الجميل فهي ماري بتقول له على فكرة احنا كلنا لبسين نفس اللبس فالولا يعني بيتكسف و لما منها بتقوله انت بتعمل كل ده عشان تشوف وجب الرياضة بتاعي بيجيله احباط فبيسيبها و يمشي و لكن بيرجع لها تاني و بيحاول ان هو يزود سقطها في نفسها و بيطلب منها ان هي تشارك تاني في المسابقة بس هي بتنفضله وبتقوله ان هي هتخرج مع سورة و طبعا يوري ما بتصدق وبتشمت فيه و سورة بياخد منها عشان يعرفها على اخته وبنكتلش في النخته هي ملكة الجمال اللي انقاذت منها لما كانت صغيرة فمنها بتقولها ان هي بتحبها جدا و ان هي شاركت في مسابقة ملكة الجمال عشان تبقى زيها فاخت سورة بتحكي لها ان هي بعد اما كسبت المسابقة تعبت وجالها حياة اكتئاب فسابت المدرسة و روحت الريف و فضلت مكتئبة لفترة لحد ما تعلمت صناعات الزجاج و لايت شغفها فيه فرجعت المدينة تاني والسورة بيقولها ان هو جابها هنا عشان يوريها اخته لبعد اما لايت شغفها تتقلق اكتر من مكانة ملكة جمال فمنها بتشكوره على اليوم اللطيف ده و ان هو سمح لها ان هي تقابل اخته و هم ماشيين مع بعض صاحب يوري بيشوفهم و بيصورهم فيديو و ببعتولي يوري فهي بتوري الكيجو عشان تغيزه بس هو مش بيضغز و بيقولها ان هم شكلهم حلو مع بعض و ان هم لقينا على بعض فيوري بتتعصب و بتروح تزعق لمنها و بتقول لها انها بسبب خطوب تتفركشت و انت عارفة انت مفروض تشكريني كل يوم لان انا بسبب حصلك التعويرة دي اللي انت بتستغليها و بتخلي شاوي قربه منك بدفع الشفقة و انت ما عنديكش مريات في بيتكو فمنها بدل ما تضربها و تجيبها من شعرها بتقول لها انها عارفة نوحد زي ما تستحقش ان هي تعجب بحد او تحب بحد بس كيجو بيجي و بيزعق لها و بيقولها ان هي من حقها ان هي تعيش حياتها و ان هي تحبه وتتحب و كيجو بيقولها ان هو اكتر واحد فهم هي حسب اي دلوقتي ف هي بتقوله انت هتفهم ازاي هو انت وشك مشوه شبه وشي فكيجو بيوريها صورته هو صغير و بيقولها ان وشه كله عبارة عن عمليات تجميل و بيحكي لها ان هو لما كان صغير كان بيتعرض للتنمر فهو قاعد يزاكل لحد ما طالع الاول على الفصل بس برضو الاطفال فضلوا يتنمروا عليه و بيقولون ان هو قبيح ولما سافر برا البلد فضل يعاني من التنمر فقرر ان هو لازم يعمل عمليات تجميل و قاعد يتوسل لابوه حد ما بوه وافق و كيجو بيقول لمنها ان هو عجب وشه دلوقتي و ان هو شايف ان دي افضل نسخة منه و بيقولها ان هو فخور بها لان هي رفض التغير من شكلها و حبت نفسها زي ما هي و بيعرف ان هو بيتمنالها ان هي تعيش حياة طبيعية و ان هي تحب وتتحب و بيقولها ان هو بيحبها سواء كانت بجرحة او من غير جرحة بس هو عارف ان هي بتحب صورة ف بيقولها ان هي تبقى معايا و ان هي ما تستسلمش و بيتمنالها السعادة و على طول الخبر بينتشر والصحف كلها بتعرف ان كيجو عمل عمليات تجميل و طبعا مش محتاجة اقول لكم ان الحربية يوري هي اللي فضحتها عشان تربيه لان هو سبها و راح لمنها بالرغم ان هو عارف ان هي بتحبه و كيجو حياته المهنية بتتضمر والمجالة اللي كان بيشتغل معاها رفضت ان هو يبقى الواجه الاعلامي لها و الناس في الشارع بدأوا يتنمروا عليه و يعتدوا على بوب الضرب و لما بيروح لمدرسة الطلاب بيسأله اذا كان عمل عمليات تجميل فهو بيكون شجاع و بيعترف بالحقيقة و بيقوله ان هو عمل عمليات تجميل ف الطلاب بيقوله ان هو لازم ينسحب من المسابقة لان هو ما يستحقش ان هو يشارك و كمان ان وجوده هيسبب مشاكل لام يوري لان هي اللي بتدعم المسابقة فسورة بيتدخل و بيسأل يوري اذا كان عندها اعتراض فيوري بتضطر تقوله ان هي ما عندها اعتراض لانها لو قايت له ان هي عندها اعتراض هيعرف ان هي اللي نشرت الخبر وبنتنا منها بتكون لسه معجبة بكيجو بتلاحظ ان هو شخص شجاع و قوي وبالرغم من المحنة اللي هو فيها الا ان هو بيفكر فيها دايما قبل نفسه فبتروح لسورة وبتقوله نفس اللي استوانا المشروخة بتاعت انت شخص جميل ولطيف و دايما كنت بتوقف جنبي وبتساعدني بس الصراحة انا اكتشفت ان انا لسه معجبة بكيجو و عايز اقف جنبه زي ما انت وقفت جنبي وساعده في محنته عشان كيجو دايما كان بيقف جنبي بالرغوة من قلمه و معاناته فالصورة بيقول لها ان كيجو يستحقها لان هو فعلا كان دايما بيقف جنبها و كان بيساعدها وصورة بيطلب منها ان هي تروح له و بيقعد هو يتقلم في صمت و من هنا ادركنا اللي بنتنا منها شبه الكورة و هم الاتنين عادين شقتوها البعض المهم نروح لكيجو اللي بيقرأ تعليقات الناس و الناس بيقولون ان هو ما يخشش المسابع عشان هو وشه كله عبارة عن عمليات تجميل فهو بيقرر ان هو مش يروح المدرسة النهاردة و منها بتجيله وبتقوله ان من دلوقتي هي هتقف معاه و هتسنده بس مش بتقوله ان هي سابت صورة فبياخدها و بيزواغه من المدرسة و بيعود يتفسحه و يلعبه لحد ما في الاخر ابوها بيقفشها وهي معاه فالحاج بياخده و بيخليه جاهز الغداء معاهم و طبعا هو و امراته بيبدوا يعملوا كويس لان هما مفكرونه حبيب منها بس كيجو بيقوله منه هو صديقها و بيعرفهم انه هو بيحبها بس هي اللي من الفضاله و بتحب واحد تاني فبقا امها بيتصدمه ان فيه اتنين بيحبوا بنتهم و بيتخانقوا عليها و منها بتعود تسكت فيه قبل ما يعوك الدنيا اكتر من كده و بتاخده و بتخليه يخسل معاه الموعين و كيجو بيحكالها عن اول مرة شارك في المسابقة و بيقولها ان دي كانت افضل لحظة حياته و انه هو كان بيحس فيها بسعادة كبيرة فمنها بتشجعه و بتقوله ان هو ما يستسلمش و ان هو يشارك في المسابقة تاني و بتوصله بنفسها و بتخليه روح المسابقة و كيجو بيستجمع شجعته و بيعلن لكل الطلبة ان هو يشارك في المسابقة بس يوري بتعترض و بتقوله ان هي مش هتسمح له ان هو يشارك في المسابقة لان هو جماله صنوعي وكده هو هيشوي صمعة المسابقة فمنها بتعترض وبتزعع لها وبتقول لها ان كيجو من حق ان هو يشارك وانها ملهاش اي حق ان هي توقفه فكيجو بيقول لمنها ان هو هيشارك غصبا عن يوري وبيسأل منها اذا كانت هي كمان عايزة تشارك في المسابقة فيوري بتعترض وبتقول لهم مستحيل انتو الاتنين تشاركوا انت عامل عمليات تجميل وهي وشها مشوه وانتو لو شاركتو المسابقة هتبوز لان المسابقة للناس الجمال في الاصل مش اللي زيكو وفي اللحظة دي في بنت بتدخل وبتقول ليوري ان هي الوحدة اللي مش من حقاها ان هي تشارك بسبب اللي هي عملته مع منها وبتحكي لهم الحياة كلها وان منها هي لانقاذة يوري بس يوري خبت كل حاجة لان هي كانت خايفة على صمعتها فيوري بتقول لها لو انت بتعملي كل دعشان تسويه صورتي محدش هيصدقك وكمان انت ما عندكش دليل لكن امها بتحركها وبتعتذر لمنها قدام الناس كلها وبتقول لها ان هي من حقها ان تشارك في مسابقة الجمال تاني وكيجو بيدعمها وبقول لها ان هي لازم تشارك وانها لازم تروح مع ام يوري عشان تخترس ماذا وام يوري بقول لي كيجو ان هو يأتي معهم بس هو بقرر ان هو يحط مسافة ما بينه وما بين منها لانه عارف ان هي بتحب صورة وبيقول له ان هم عنده شغل ومش ينفع يأتي معهم ولما صورة بيعرف بيدربه وبيقول ان تسيبتها تروح لوحدها ليه فكيجو بيقوله ان هو بعد عشان هو عارف ان هو منها بيحبه بعض بس سورة بيقوله ان منها رفضته وان هي بتحبه هو فكيجو بيفرح وبيروح عشان يعترف لمنها بحبه بس هو بيرجع في كلامه بيشوف ان المكان ده مش مناسب وان هو لازم يدور على مكان رومانسي يعترف لها فيه حبه فسورة بيقوله لأ خف عشان لو انت اتأخرت انا اختفى منك تاني وسورة بيروح لمنها وبيديها هدية من اخته والهدية دي بتكون عبارة عن حلان وكمان اخت سورة بتكون كتبة لمنها رسالة وبتقول لها فيها ان هي تتقلق بالطريقة الخاصة بها وفي اللحظة دي بيوصل كيجو بيكون خايف لحسن يكون خسر منها للمرة التانية بس سورة بيطمنه وبيقوله ان هو سيسيبها له ومنها بتقول لي كيجو ان هي قررت ان هي تشارك في المسابقة عشان خطر نفسها مش عشان خطر اي حد تاني وكانت لسه تعترف له بمشعرها بس هو بيقول لها استاني انا اللي هعترف بس مش دلوقتي بعد المسابقة فمنها بتفرح وبتقوله ان هي هتستنى وبيجي يوم المسابقة ومنها بتروح لام يوري اللي بتلبسها وبتمكيجا وبتدري لها الجرح اللي كان موجود على وشها فمنها بيكون مبسوطة بشكلها ولكنها بيكون محترى اذا كان هو ده فعلا نوع التقلق واللي هي بتدور عليه وبتبدأ المسابقة وبيكون كيجو اول متسابق وبيبنى على كيجو ان هو وثق من نفسه وبيقول للحضرين ان المكان ده مهم بالنسباله وانه متأكد ان هو هيفوز بالمسابقة فالناس كلها بتسقف له وبتمبهر بشجاعته وبثقته بنفسه وفي الوقت ده بتكون يوري بتزاعة لامها لان هي عملت مكيج احترافي لمنها بينما مكيج يوري كان عادي وفي اللحظة دي بناكتشف ان ام يوري اغبس من يوري وعملت لمنها مكيج احترافي علشان تروج لمنتجتها وبيجي الدور على يوري وبتمشي بثقة وغرور وبتقول لهم فيما معناه انا الاساس والباقي كله شنط وكياس وبعدها بيجي الدور على منها اللي بتصدمهم كلهم وبتطلع من غير مكيج ومنها بتحكي لهم عن نفسها لما كانت صغيرة وتاهد وملكة جمالي المدرسة هي اللي ساعدتها فهي قررت ان تدخل المسابقة عشان تبقى متقلقة زيها ولكنها لما دخلت المسابقة تصابت بجرح في وشها ومرت بمواقف صعبة خلتها تدرك ان تقلقها مش في دخول المسابقة ولكن انك تكون شبه الشخص اللي انت بتحبه ومنها بتقولهم من الجرح اللي في وشها ممكن يكون بيديها شوية من تعامل الناس معيها ولكنها بتحب نفسها زي ما هي ومش هتتغير عشان خطر حك فالناس كلها بتتأثر وانا بتأثر والناس كلها بتوعب تسقف وانا بسقف والصراحة المشهد ده كان جامد ودمير خلصت عليه وبعدها بيعلانوا ان كيجو ويوري هما اللي كسبوا في المسابقة وبيتطلب من يوري ان هي تقول كلمة بس هي ما بتقدرش وبتطلع تجري وكانت لسه هترمي التاجع الارض بس منها بتوقفها ويوري بتقول لها بالرغم ان هي كسبت المسابقة الا ان هي حاسة بالقلم والفراغ وانا هي مش بتحب نفسها وبتسقل منها ازاي هي بتحب نفسها بالرغم ان هي عندها جرحف والشاء فمنها بتقول لها ان عائلتها والاشخاص اللي وقفوا جنبها والظروف الصعبة اللي هي مرت بيها خليها تكون انسانة قوية وقدرت انها تحب نفسها فيوري بتقول لها بعد كل اللي حصل انت برضو اللي فست عليها لان انت عندك كل حاجة محتاجاها فمنها بتقول لها ان هي مستعدة ان تسمحها وانهم يفتحوا صفحة جديدة مع بعض ويكونوا اصدقاء حقيين فيوري بتفرح وبتحضنها وبتتذلعها على كل اللي هي عملته معاها وكيجو بيجيب الجزمة اللي منها رامتها وهي بتجري ورا يوري وبيلبسها لها في رجلها زي ما الامير لبس الجزمة لسندريلا وكيجو بيقول لها بالرغم انك مفصش في المسابقة بس انا قلبي مصدق ان انت لفصي وكان لسه هيعترف لها بمشاعره بس منها بتقول له كيجو انا معجبة بيك وبحبك ومفكرش في حد غيرك وكيجو بيقول لها ان هو كمان بيحبها واخيرا بقوا مع بعض لقد هارمنا لاجل هذه اللحظة ويماري صاحبة منها بينوبها من الحصد جانب وبتواعد صاحب كيجو ويريد غيارته بقت شخصية لطيفة وهي ومنها بقى اصحاب ومنها بتقول لنا ان بوجود الناس اللي بتحبهم حواليها بتنسى ان في جرح موجود على وشها وانها اخيرا بقيت قادرة ان هي تعيش حياتها بسعادة وتصنع افضل نسخة منها وكمان بقى عندها ثقة كبيرة في نفسها واكيد اكتر واحد بيكون مبسوطه هو كيجو لان اخيرا حلمه تحقق وبقى هو منها مع بعض والمسلسل بيخلص واللي تعلمنا من القصة دي ان منها كانت مفروض تنقسم ميتو زيان النص يبقى مع سورة والنص التاني يبقى مع كيجو لان هما الاثنين الصراحة ما يتسبوش وكمان تعلمنا ان انت ممكن تمرر مواقف كتير صعبة في حياتك بس ثقتك وحبك لنفسك هيخله الناس كلها يحبوك واول كومنت معانا من جنة واللي بعده من الهام واخوها اللي عنده 3 سنين واللي بعده من لين من كوريا وجانا من مصر وانا كمان بحبكم اوي يا بنات والكومنت اللي بعده من صافية واللي بعده من ديانا من كوريا بس عايشة في السعودية واللي بعده من فاطمة من العراق ورانا من السعودية وانا كمان بحبكم اوي والكومنت اللي بعده من كوكي وملك من سوريا وفاطمة من العراق وعندها 19 سنة وباسمة من الجزائر وانا كمان بحبكم اوي يا بنات والكومنت اللي بعده من أيام من المغرب وديما من فلسطين وبسملة من مصر وأكاونت باسم جيني وأنا كمان بحبكم قوي والكومنت اللي بعده من ملاك من العراق ومية من مصر وألماس وغلاء من السعودية وأنا كمان بحبكم قوي والكومنت اللي بعده من بديعة من صنعاء وأمنية وبسملة من مصر وعندها 12 سنة وأنا كمان بحبكم قوي والكومنت اللي بعده من حبيبة اللي بتحبه خطاء أمان وأسماء وبتقولهم ان هما ما يزعلوش منها فما تزعلوش بقى منها عشان خطري وأنا كمان بحبكم وآخر كومنت معنا من سبق من العراق وضحى من العراق ورقية من العراق ونرجس من العراق ونحية لكل أهل العراق بس كده الفيديو خلص ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة سلام